ملفات شائكة مشتركة بين العراق وتركيا تنتظر الاجتماع المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي الملف الأمني وتعقيدات الحرب التي تشنها تركيا على حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية على رأس أولويات المحادثات بحزب المحللين الملف الأمني ومبدأ حسن الجوار على رأس أولويات الاجتماع أتوقع أن تخلص الزيارة بالوصول إلى اتفاقات أمنية مشتركة لإنهاء الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني انطلاقا من الأراضي العراقية قضية المياه بين البلدين التي تنتظر حلولا حقيقية مع الوعود العديدة التي قطعتها أنقرة إلى بغداد والتي بقيت ضمن إطار الوعود سوف تبحث الوجود العسكري التركي في العراق سوف تبحث العمليات العسكرية التركية التي يقوم بها الجيش التركي ضد عناصر حزب العمال الكردستاني إلى قضايا هناك شائكة للغاية قضايا المياه قضايا الاقتصاد لذا أعتقد أن مخرجات هذه الزيارة سوف ترسم لنا ملامح العراقات التركية العراقية في المرحلة المقبلة المباحثات ستتناول أزمة تصدير نفط إقليم كردستان والمشاكل التي تعلق بتأشيرات دخول العراقي إلى تركيا وإن كانت هذه المواضيع تأخذ ترتيبا أضعف في سلم أولويات الزيارة ترجمة نانسي قنقر